الزراعة والأقزية الزراعية في جات هو موضوح هذا الكتاب للمؤلف أدام منغتاجيمي الذي أرض كتابه الذي يحتوي على 180 صفحة في أربع فصول تناول المؤلف في مؤلفه هذا أحمية الزراعة والأقزية والإمكانيات الكبيرة التي تتمتى بها البلاد في قطاع الثروة الحيوانية إن كان ذلك في الماشية أو الدواجن بالإطافة إلى مكان الجات البارزة في مجال الزراعة ومساحمتها في الحياة الاقتصادية باعتبار أن الكثير من السكان يمارسون النشاط الزراعي كما تطرق الكاتب إلى حالة القطاع الزراعي والمؤوقات المؤلف أدام منغتاج حاصل على ديبلون في الدراسات العلية في التنمية الريفية من جامع اللافل بكندا وشارك في العديد من التدريبات المهنية في حز المجل لوان من الكآبة إلى الفرح التي تبعتها ثورة 45 هو عنوان كتاب آخر من تعليف الكاتب الشادي موسى يقوب تم أرضه هذا السبت بمركز المونة الثقافي بحضور عدد كبير من محبي الكتاب والقراءة يقع هذا المؤلف في 172 صفحة تناول فيها سيرته الزاتية وحياته التعليمية التي بدأت بشات وانتحت بالجزائر تناول الكاتب نبس عن جمهورية الجزائر التي عاش فيها كطالب علم مع بقية زملائه الجاديين كل ذلك كان في صلاة فصول يعد هذا الكتاب أول إنجاز علمي لموسى يقوب الذي ولد في العاشر من نوفمبر عام 1975 بأن جميلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر